السلام عليكم. الترجيل. تهي شباب. بعد كده بيظهر لك باقات اللي هي الواتشد سواء اشتراك سنوي من غير العنات او اشتراك سنوي بدون عنات او اشتراك شهري. وايقوم مسلا انت عايز اشتراك بعلانات يعني به السعر رخيس. هنا طبعا اشتراك في بدون علانات يعني سنة وشهري. لما ده سارة عمدي بيظهر لك الشهور او السنين. هنا ده بعلانات في اشتراك سنوي وفي اشتراك شهري. اشتراك شهري ارخص حاجة 40 جنيه في الشهر بس بعلانات لو عايز مغير العنات دوب برش اشتراك خمس سبعين جنيه واذاكم باختار الارخص حاجة اشتراك شهري وبحدي طريقة الدفع ويكون مستر كارد وبعد كاية بدوس على كلمة بحدي طريقة الدفع عقامة ساعة كاملة اشتري الان بتاع الشباب بعد كاية بنكتب ستاشر رقم بتاع الفيزا هنكتب في الخانة الاولى سواء هي بتجبل مستر كارد وفيزا وبطاقات ميزا هنكتب بعكاية بيسة لكن اتا اسم المستخدم او اسم jeden رقم لعبطاقة لاد اسم على الفيزا مش بكتوب اسم فبكتب اسمك مفيش اي مشاكل لو اسمك شوريه ضع الفيزا بطيكتب بردك اسمك مفيش اي مشاكل بعد كاية شهر والتاريخ السنة بدعه الانتهاء وياكن شهر مسلا تسعة فبكتب الشهر والتاريخ الانتهاء بالبعاء شباب بعد كده اعطى يطلب منك الرماز CVV تج restracialة الدفع بقوم من 3 ارقام رمز الحماية تلقيه دار الفيزة وبنكمل ترقم بنكتبه بعد كده ندسه على كمية بي ندفع ندسه على خار بي طبعا انتظر هو بكم التواصل مع خلال البنك شباب لو انت عامل حساب بنك بيتجاك رسال اشان تأكد لعمل لو عامل فيزة ميزة او فيزة من غير حساب بنك فهتأكد عملية بدون اي مشاكل على طول من غير الرقم ما باتوها كرقم تأكيد تكتبه في الخانة بتاع التأكيد لو عامل فيزة من غير حساب بنك فهتهولك تم راشتراك على طول ومش تطلب باللي انت تاخد الرقم اللي جاء لك وتأكد العملية كده تم الاشتراك بنرجاع وكمان تقدر تستمتع بمشاريات المسلسلات وافلام واتشت طبعا دي اه اشتراك يعني رخيص طبعا فيش اشتراكات متوبة غالية يعني بدون اعلانات متوبة غالية ولكن انت تختار اللي انت متاح لك انت وبس كده كده فيديو بتاع خلص لعلى فيديو ستشتراك